كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض الازدحام المروري في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بين عامي 2019 و2020 مشيرا إلى أنه في ساعات الذروة انخفض بنحو 6% بين العامين جاء ذلك في عرض توضيحي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد فيه الأثر العملية لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات وذلك وفق مؤشر حركة المرور 2020 مقارنة ببيانات البنك الدولي في 2014